السلام عليكم قبل أن أبدأ قصة الليلة أنتم معارفين أن أنا سبق أني أعلنت عن مركز الدعم القانوني في مكتب الأستاذ ناصر ظافر العجمي وأنا أعمل فيه كمشرف لهالمركز هذا نساعد الناس في الحالات يعني يعني مثلاً وحدة عندها مشكلة مع زوجها مثلاً نحاول نحل مشكلتها قبل أن تتوجه للمحاكم أو شخص مثلاً عنده قضية مع أحد أقاربه أو واحد متورط في قضية نساعده نعطيه توجيهات يعني والنصح والإرشاد وشون يتخلص من هالموضوع نحاول نكلم للطرف الثاني يعني نوفق بين الناس علشان ما يوصلون للمحاكم والحمد لله فيه إنجازات كثيرة إن شاء الله راح أعلن عنها في المستقبل لكن فيه كثير قاعدين يراسلوني على هالموضوع هذا يعني أنا أشكركم وجزاكم الله ألف خير والله يكثر خيركم قاعدين يعني يعرضون علي دعم مالي وتبرع ومن هالكلام للمركز هذا أنا يعني أشكركم بصراحة لكن إحنا ما نستقبل أي تبرع وأي دعم مالي لهالمركز هذا فيه أشخاص معينين جزاهم الله خير متكفلين فيهالمركز هذا لوجه الله تعالى إحنا ما إحنا محتاجين الحمد لله لا دعم مالي ولا أي مساعدة كصدقات أو أي نفقة الحمد لله إحنا المركز شايل نفسه إن شاء الله وفيه ناس كثيرة قاعدة توجه في دعم هالمركز هذا جزاكم الله ألف خير قصة الليلة قصة أبو نايف في عام 96 أبو نايف هذا من أهل دير زور لكن والدته من أهل حما المعروفة في سوريا أبو نايف رجل موظف في الجيش السوري في ذاك الوقت فكان يعمل على قيادة اللي هو شاحنة نقل الوقود احنا نسميه تنكر الوقود هذا شغلته إنه ياخذ هالشاحنة ويروح إلى المناطق اللي فيها المعسكرات التبع الجيش ويعب بالآليات بهالوقود هذا لكن أبو نايف هفت نفسه على الحرام شلون لما يروح يعب بالآليات يبقى كميات كبيرة من الوقود لازم يتخلص منها المفروض إنه يرجحها إلى المخزن أو نفس الخزان الكبير اللي يحتفظون فيه الوقود فقال أنا ليش ما أستغل الموضوع قام شي يسوي يروح للمحطات البترول الخاصة اللي تبيع الوقود حق الناس ويعبي لهم المتبقي من الوقود اللي موجود في الشاحنة تبع الجيش والجيش ما يدري وفعلا قام يبيع اشتغل بهالسالفة هذه وقام يحصل مردود مالي كبير جدا مرة يروح للمحطة هذه مرة يغير وكذا المهم يوم الأيام واستقر على أحد المحطات قام يعبي لهم مرة مرتين ثلاث أربع وكان متفق مع صاحب المحطة واللي أغراه قال أنا راح أعطيك دبل اللي يعطونك إياه المحطات الثانية طبعا يبيع له أقل من السوق بكثير بما أن هذا الوقود مسروق يعني من الجيش قاله تمام وأنا حاسبك كل نهاية شهر قال ما في مشكلة وفعلا قام يعبي لأكثر من مرة لين جاء موعد السداد راح أبو نايف أبو نايف طبعا متزوج وعنده ولد الكبير اسمه نايف وعنده ثلاث بنات وهي الشغل هذا كله يعني يصرف على عياله على بيته على كذا المهم راح حق صاحب المحطة مرحبا مرحبا قال أبي الحين الحساب أنا عبيت لك تقريبا يعني عددهم لها خمستعش مرة في الشهر وصار مبلغ كبير أبي أستلم من الفلوس الصاحب المحطة قاله ما يخالف خلها الشهر اللي بعد قال لا أنا عندي التزامات أنا عندي كذا مني ومنك قاله خلاص خلاص تعالي أسبوع الجاي المهم قال حاضب بعد أسبوع راح لأبو نايف قاله ها هوين الحساب قاله شوف حبيبي أنت ما إلك شي عندي قاله نعم قاله مثل ما سمعت تب تشتكي يروح اشتكي خليهم يحاسبوك بالأول أنت حرامي وقود الجيش وبعدين بيحاسبوني أنا قال أبو نايف شنو الكلام وانت خدعتني وانت ضحكت علي وانت كذا وانت كذا قال والله هذا اللي عندي عاجبك عاجب مش عاجبك اطلع برا المهم عصب أبو نايف وصار يعني كلام وشتم بينه وبين صاحب المحطة قام صاحب المحطة ونادى العمال اللي عنده البلطقية هذول ويضربون أبو نايف ويطردونه برا أبو نايف رد البيت إصابات وإهانة وضايق خلقة وزعلان على الفلوس قال أنا علمك المهم راح كلم واحد من عيال عمه قال أبيك تجي معاي إلى محطة وقود هذا نصب علي وكذا ونبه نروح نخوفه أبو نايف عنده مسدس فأخذوا إياه ولد عمه وراحوا للمحطة ودخلوا عليه نعم اشتيبي صاب المحطة معصب اشتيبي نعم أنت ما تبت من آخر مرة ضربناك فيها قام أبو نايف وطلع المسدس يبيهدده يبيهخوفه عشان ياخد منه الفلوس قال له والله العظيم إذا ما عطيتني حين راح أقتلك المهم هذا صاحب المحطة كان حاسب حسابه وموصل العمال على الموضوع المهم الشوي ويدخلون وراه العمال كل واحد ماسك بيده سلاح ويحطون على راس أبو نايف نزل سلاحك نزل سلاحك خاف والرجل أصلا ما لنية أنه يرتكب جريمة على موضوع فلوس لكن يبيه ياخذ حقه لمس لبول سلاح قاموا يضربون أبو نايف ويضربون ولد عمه إلى أن أغمع عليهم دمموهم من الضرب وقام صاحب المحطة بحركة خبيثة وحقيرة أخذ الاسلاح اللي كان معه أبو نايف وأطلق فيه رصاصة على صدر ولد عمه ورجع الاسلاح بإيد أبو نايف بعد ما مسح بصماته واتصلوا على رجال الأمن وبلغوهم أنه فيه شخص اسمه أبو نايف يعمل في الجيش وهذا حرامي وقود ضاع لنا الوقود وبعدين لما جاءه مع ولد عمه علشان يتحاسبون صار بينهم خلاف قام أبو نايف وأطلق النار على ولد عمه وإحنا ضربنا أبو نايف إلى أن أغم عليه عشان سلمي لكم يا رجال الأمن على طول رجال الأمن فعلا يوم جول أبو نايف مغم عليه بإيد الإسلاح والبصمات كلها تدل أنه هو اللي كان ماسك الإسلاح وولد عمه مقتول والرصاصة من نفس الإسلاح اللي بإيد أبو نايف أرفعوا جثة ولد عمه وخذوا أبو نايف للتحقيق إن قلبت الدنيا في دير الزور عند أهل أبو نايف ولد عمه شلون أبو نايف يقتل ولد عمه الحين أبو نايف بالسجن شون يبيبر حق عيال عمه الموضوع الموضوع كبر عيال عمه الحين يابون ثارهم أخوان المتوفي يابون ثارهم من أبو نايف ليش يقتل أخونا قاموا قال خلاص إحنا ناخذ راس نايف ولد أبو نايف بدل ولدنا المقتول المسكين نايف عمه تقريبا 22-23 سنة يوم درب السالفة ويهرب من البيت ويقعد يتنقل من بيت البيت عنده أصدقاء وعنده ربعة وجماء يحاول أنه يروح مكان ما أحد يستدل عليه وخصوصا أن يعني العشيرة اللي في دير الزور حطوا منهم يعني تقريبا خمسين رجل مهمتهم أنه يقتلون نايف رايحين حما بس عشان يدولون على نايف المهم تعذب الولد في حياته ما كمل دراسته قعد بالأشهر وهو يهرب خلى أمه وخواته طبعا أمه وخواته يعني ما يسير يعني يعرف عندهم أنه ياخذون ثار من بنات أو من زوجة القاتل يابون ولده نايف وراحت الأيام وجدت الأيام ويروح نايف يزور أبوه في السجن يابيع يعرف شنو الموضوع شنو اللي حاصل قال لي يا يبا أنت شويت ليش قاتل ولد عمك يبا ويدورون علي بيذبحوني وأنا هربان وأمي بروح الحين وخواتي وكذا الأبو قال لي يا ولدي والله العظيم ما قتلت ولد عمي أنت من الصج كان قتل قال روح حقي الشيخ الفلاني وقول لأبوي يطلبك أنك تزوره يبي يكلمك يبي يفهمك الموضوع فعلا نايف حاول بعد فترة طويلة ويحاول ما حد يشوف اللين وصل لشيخ العشيرة وبلغ في الموضوع قال لأبوي يبيك تزوره في السجن علشان يفهمك الموضوع قال لحاضر أنا أروح ما في مشكلة وخدم معاه يعني مجموعة من وجهاء العشيرة علشان يشهدون على كلام أبو نايف سووا لزيارة وزاروا في السجن قال لهم يا جماعة أقسم بالله العظيم أنا ما قتلت ولد عمي ولحظة شوي بنبهكم على الشيخ في بعضهم يقول يا بطره ليش تحلف مو أنا اللي أحلف الشخصية اللي بالقصة هو اللي يحلف عشان يثبت براته لا تقول انت تحلف أنا ما أحلف أنا الشيكو أحلف بالموضوع المهم أبو نايف يقول لهم بلله يا جماعة ما قتلت ولد عمي يا جماعة علاقتي مع ولد عمي طيبة وأصلا ولد عمي لا هو شريكي في موضوع سرقة الوقود وله له علاقة علشان يستطيع بينه خلاف وإني أقتله وليش أقتله علشانه أنتم عارفيني أنا أصلا لو ولد عمي يطلب كل اللي أملكه بحياتي أعطيه بدون أصلا ما يكون بينه خلاف إني وجهها العشيرة يقولون صح ترى أبو نايف رجل كريم ويعطي وولد عمي هذا اللي ذاك اليوم من قتل يعني كان عشيرة ورفيجة مستحيل يكون بينهم قلوا لأجل يا أبو نايف من اللي قتل قال يا جماعة صار خلاف بيني وبين صاحب المحطة لما طلعت لسلاح ضربوني اللي هم العمال اللي عنده وأنا أغم علي من بعدها ما شفت شي صحيت على رجال الأمن المشالوني وقلوا لي أنت قاتل ولد عمك ترى اللي قتل ولد عمي هو نفسه صاحب المحطة يعني اختاروا قال حين شون يثبتون صحة كلام أبو نايف قالوا لأ ماشي إحنا يعني مصدقينك مبدئيا وراحوا إلى أم نايف نفسه يعني زوجة أبو نايف وقالوا لها لدك الأمان أنت وبناتك ولدك نايف مؤقتا لين انتأكد من صحة رواية أبو نايف إن ما هو اللي قتل ولد عمه قالت لهم جزاكم الله خير رجع نايف المسكين لبيته وقاعد يرعى أمه ويرعى خواته وقام يشتغل علشان بس يصرف عليهم الحين هم قاعدين ندورون على براءة أبو نايف هل هو فعلا صحيح كلام ولا لا المجتمعوا وجهاء العشيرة قالوا في طريقة وحدة فقط نقدر نتأكد إذا كان أبو نايف صاج ولا لا قاموا واخطفوا عمال المحطة عمال المحطة قاموا طبعا خمسين رجل من قبيلة من العشير عشرة أبو نايف خذوا العمال عددهم ثلاثة كل عشرة من أفراد القبيلة خذوا واحد من العمال وقالوا لا امش معنا بيتك ولا نقتلك في الشارع قالهم حاضر حاضر شلي تابونا قالوا لا انت فاهم معاك داخل البيت المهم كل مجموعة خذوا واحد من العمال وادخلوا البيت وهذه كانت الخطة لما دخلوا بيته طبعا واحد فيهم يعني تلقام تزوج وعند عيال وكذا قالوا لا شوفها الحين نقتلك ونقتل زوجتك ونقتل عيالك كلهم ليش يا جماعة الله يخليكم ارحموني انا ما لي ذنب انا ما لي شغل قالوا لا نبيك تعترف شلي حصل اول واحد قال لهم والله يا جماعة ابو نايف اول ما رفع السلاح احنا ضربناه اغمى عليه وضربنا ولد عمى بعدين صاحب المحطة اخذ السلاح واطلق رصاص على صدر ولد عم ابو نايف ابو نايف بريء من هالموضوع راحوا الحق الثاني نفس الكلام راحوا للثالث قالوا نفس الكلام قالوا خلاص الحين كل عشرة يقعدون في بيت واحد من العمال علشان يتأكدون ان العامل هذا يروح بكرة للمباحث ويدلي بشهادة ويقول الحق ولا اذا تأخر او بلغ رجال الامن ان احنا موجودين في بيته ولا اي حركة من قبل اي عامل العشرة هذول يصفون العائلة حتى لو يجون رجال الامن ويقتلون العشرة ما عندنا مشكلة اهم شيء ان يروح العامل يروح يبلغ ويعترف بالحقيقة كاملة وفعلا مثل ما خططوا العمال الثلاثة اليوم الثاني بعد ما تركوا عشر اشخاص في بيوتهم مربطين عيالهم وزوجاتهم راح العامل نفسه للمباحث وادل بالحقيقة وقال ان صاحب المحطة اوه القاتل وان ابو نايف كان بريف من موضوع هذا المهم رجال المباحث القوا الغبض على صاحب المحطة وتم الافراج عن ابو نايف طبعا ابو نايف لما طلع حتى طلب من قبيلة انه لاحد يعتذر مني لكن انا يعني لاحد يعتذر مني انكم ظلمتوني اني انا قتلت ولد عمي لكن انا بسوي يعني عزومة علشان اكرم الشخاص اللي نفذوا العملية هذه اللي ابحثوا عن الحقيقة وطلعوا براتي وفعلا سوالهم ذاك اليوم عزيمة كانت مشهود لها في منطقة حماه بالكامل لكن الى الان هم يدورون على صاحب المحطة يبي يقتلونها قالوا خلونا ننتظر اذا الحكومة نفذت فيه حكم الاعدام خلاص ما نفذوا فيه حكم الاعدام احنا لازم ناخذ حقنا منه وفعلا بعد عدة مداولات وكذم واتهمه كانت لابسه صاحب المحطة واعترف طبعا بعد ما شاف الشهود كلها والادلة كلها صارت ضده لكن شوه دفع رشاوي صاحب المحطة الى ان قدر بعد ثلاث سنوات يتم الافراج عنه وصلوا الكلام حق عيال عم ابو نايف قام ابو نايف شوه كلم واحد من عيال عم صغير في العمر ترى هالحركة هذه كثير يسوونها في جميع الدول العربية يا ابو نثار من واحد يرسلوا له ولد صغير عمره 14-15 سنة ليش انا اقول لكم ليش قام ابو نايف شاف واحد من عيال عم صغير قال لحبيبي تعال تروح تقتل صاحب المحطة واحنا بنفسنا ناخذك ونسلمك للجهات الامنية وراح نحط لك محامين وندفع لك الدية وانطلعك وفعلا راح الولد انتظر صاحب المحطة عند الباب اول ما جاء يشوف ولد صغير عمره 14-15 سنة ولا الولد معه مسده ساطلق النار على راس صاحب المحطة مات قام عيال عم خذوا الولد وسلموا له رجال ام قالوا هذا ولد عمنا صغير وكان متأثر في القضية السابقة والله يهديه راح سوه الجريمة هذي المهم حكموا بما انه قاصر والحكم على القاصر يعني يكون مخفف جدا وانه هذا كان منفعل وزعلان على واحد من عيال عمه ما لكم بالطويلة مع المحامين مع الرشاوي مع كذا قالوا خلاصة فعودية الولد انسجن سنة وتم الافراج عنه وكانت هذي نهاية سالفة الليلة وانتظروا القصة القادمة ان شاء الله وفمان الله مع السلامة